السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحباب كرام لدينا رؤية اليوم هي من أجمل الرؤى التي وصلتني هذه الأيام رؤية فيها الملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن ورمز له دلالة المهدي هذا الرجل الذي سيخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما في الحقيقة وفي الشهور الماضية ظهرت مجموعة رؤى جمعت بين الملك والمهدي تم تداولها في مواقع السوشيال ميديا وهذه الرؤية التي وصلتني الآن تنضاف إلى هذه الرؤى سبحان الله رؤية لها قراء قوية قوية المعنى والدلالة سنقرأ نصر رؤية مع التأويل أقول وبالله السعين أعوذ بالله بن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله رب العالمين حمد عباده الصادقين الشاكرين ونصلي ونسلم على الحبيب المحبوب خير مبعوث للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبابي كرام أتمنى أن تكونوا بخير في أتم الأحوال والصحة والعافية وأسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير دنيا وآخرة نسأل الله تعالى أن يحفظنا من شر الحاقدين ومن شر الظالمين ومن شر المنافقين ومن شر العائنين والحاسدين والساحرين ومن شر المدلسين وكل من يتاجر بهذا الدين ونسأله تعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى قولوا اللهم آمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة باللسان يفقه قولي يقول الرائي أقرأ عليكم نص الرؤية كما وصلتني بالحرف فيها أخطاء في الكتابة على أي حال نقرأها يقول راودتني رؤية منذ أشهر قليلة كنت أريد طرحها على سيادتكم في تعليقات لكن نسيت طرحها أو أنساني فيها شيطان على كل حال في الرؤية يوجد الملك محمد السادس نصره الله والأمير مولاي الحسن يصعدون في سلم درج في اتجاه سطح ذاك المنزل وكأن في ذاك السطح سيقع ربما بيعا أو شيء كهات القبيل وأنا معهم كحارس شخصي لأحد منهما وحشد من ناس لم أعرف أحد منهم سوى شخص واحد هو ابن خالتي اسم جواد وهو جندي في الحقيقة عندما وصلنا للسطح وقف الملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن أمام قبة كشكل بيت المقدس لكن صومعتها بيضاء وليست صفراء وعنا خلفهم مع الحشد مع الناس فتقدم المولاء الحسن لرفع تلك الصومعة وعند رفعها وكأن الصومعة كانت تقيلة فأمرني الملك محمد السادس بمساعدته على حمل الصومعة فتقدمت مسرعة لتنفيذ الأمر ببعض الخطوات حتى قام الأمير برفعها فخرج وميد أو نور لونها أبيض فعدت إلى الخلف انتهت الرؤية الرؤية فيها أخطاء في الكتابة أخطاء في اللغة العربية نقرأها إن شاء الله تعالى للمرة الثانية قبل أن أشرح في التأويل يقول الرأي راودتني رؤية منذ أشهر قليلة كنت أريد طرحها في التعليقات لكن نسيت طرحها أو أنسانيها الشيطان على كل حال في الرؤية يوجد الملك محمد السادس نصره الله والأمير مولاي الحسن يصعدون في سلم درج في اتجاه سطح ذلك المنزل وكأن في ذلك السطح سيقع ربما بيع أو شيء من هذا القبيل وأنا معهم كحارس شخصي لأحد منهما وحشد من ناس لم أعرف منهم أحد سوى شخص واحد هو ابن خالتي اسمه جواد وهو جندي في الحقيقة وعند وصولنا للسطح وقف الملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن أمام قبة هي على شكل بيت المقدس لكن الصومعاء بيضاء وليست صفراء وأنا خلفهم مع الحشد مع ناس فتقدم المولاي الحسن لرفع تلك الصومعاء وعند رفعها وكأن الصومعاء كانت تقيلة فأمرني الملك محمد السادس بمساعدته على حمل الصومعاء فتقدمت مسرعا لتنفيذ الأمر ببعض الخطوات حتى قام الأمير برفعها فخرج وميض أو نور لونه أبيض فعدت إلى الخلف وانتهت الرؤية أحبابي كرام وقبل أن أعطيكم التأويل لهذه الرؤية أحب أن أقف وقف معدودة الدقائق وبطلب من الإخوة لنرد على أحد الرغيبذات الذي يمتهي المهنة التقليد وليس التعبير هذا الرغيبذة وضع منشورا على قناته كما وصلني من أحد الإخوة يقول المنشور ترونه على الشاشة يقول قريبا إن شاء الله سأعمل حلقة للرد على هذا المريض الحاسد الذي شرب قلبه بالأنوية المدمومة سبحان الله نظروا إلى هذه الكتابة لا أدري هل هو يعني عموما قلبه بالأنوية المدمومة التي هي من صفة إبليث والعياذ بالله وهو يحارب قناتي التعليمية بالبلغات الكاذبة ويحرد أتباعه أيضا حسدا من عند نفسه وليس له شغلة في اليوتيوب إلا محاربة قنوات تفسير الأحلام لأنه يرى في نفسه أنه أعلم العلماء ودخل العجب في نفسه وفي كل فيديو يزكي نفسه وينتقس الآخرين من المعبرين وهو أصلا ليس محسوب من المعبرين وإنما يتوقع مثل ليلى عبداللطيف لا أكثر ولا حول ولا قوة إلا بلا العظيم بطبيعة الحال أحبابي كرام هذا الشخص النكرة لا أعرفه باستثناء قلت من زمان لا نرد على الرويب ذات ولا 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 إن شاء الله ابتداء من شهر مارس سنجعل كل هؤلاء وراء ظهورنا نتركهم فقط ينبحون دون الرد عليهم لكن أحببت أن أقف عند هذه التدوينة بسبب جملة مهمة وهي الإبلاغ يعني نحب أن نتكلم فيها قليلا إن شاء الله وتعالى يعني كل ما كتبوا لا يهمني اسم المعبر المغربي محمد مجيد ومعروف فقط أحب أن أتكلم عن البلاغة الكاذبة يعني أنا من زمان من 2019 وأتعرض للبلاغة الكاذبة سبحان الله كل حلقة أضعها سبحان الله تتعرض للبلاغة الكاذبة لكن حينما يخرج إنسان هكذا ويقول يعني نحن نحرد على البلاغة الكاذبة وكذا 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 كان كاذبا طبعا هو كاذب بطبيعة الحال ولسه محتاج إلى قسم أقول أقسم بالذي رفع السبع دون عمد أن هذا الشخص لم أبلغ عليه في يوم من الأيام وسبحان الله لن أنزل إلى المساوى لأطلب من الإخوة البلاغة لقناته ولا أحتاج إلى قسم لكن حينما يخرج إنسان ويقول أنك تبلغ بمعنى أنه يبلغ ومعه أتباع يبلغون وهذا الأمر معروف والغريب أحبابي كرام هذا النكرى الذي لم أذكر اسمه في يوم من الأيام أو أذكر اسم قناته في يوم من الأيام صارق محتوى قناتي تخيلوا معي أخذ فيديو فيه 23 دقيقة ووضعه على قناتي يعني لم يأخذ دقيقة واحدة أو نصف دقيقة مثلا للنقد أو الرد أو كذا أخذ 23 دقيقة فيديو كامل ووضعه على قناتي وسبحان الله يعني هذا الفيديو موجود بتاريخ 13 ديسمبر 2023 وقد وضعت إشارة في المنتدى فلا نريد أن نعطي هذا الشخص أكثر من حجمه فهو ناكرة سبحان الله يعني أي إنسان من حقه أن يطالب بحقوقه من حقه أن يبلغ سبحان الله اليوتيوب حتى ولو بلغت على هذا الشخص فهذا حقه القانوني يعني من حقه أن أرفع في حقه دعوة من حقه أن أرفع في حقه شكاية لكن بالرغم أنه أخذ الفيديو فيه 23 دقيقة فإني لم أبلغ سبحان الله لأني أعلم عن ما اليقين أن هذا الشخص سبحان الله يبحث فقط على المشاهدات أعطيناها الفرصة ماشي مشكل وبهذه المناسبة أدو حتى الدبابة الإلكتروني والدبابة الإلكتروني الجزائري بأن يساعدوا هذا الشخص في رفع عداد الشراكة هو مسكين عنده 25 ألف وعنده مشاهدات متواضعة سبحان الله على غرار القنوات الضعيفة المريضة ندعو الدبابة الإلكتروني لكي يوصل عداد الشراكة إلى 200 ألف أو 300 ألف هذا ما يريد يعني حال لسانه يقول هذا يعني بالله عليكم أحبابي كرام شخص ناكرة يعني أخذ فيديو وسأضع على الشاشة سبحان الله لمحة فقط حتى تعلموا أن هذا الشخص لم أكن أعرفه هذا أول شيء يعني هذا الشخص أصلا هو صارق محتوى قناة يعني أخذ الجمل بما حمل ويدعي أننا نبلغ عنه حتى ولو بلغت عنه هذا من حقي لكن أعيد قسمي أقول أقسم بالذي رفع السباق دون عمد أنني لم أبلغ عنه في يوم من الأيام سأبلغ عنه يوم القيامة حسابي معه يوم القيامة إن شاء الله وتعالى ونظروا إلى الشاشة هذه الحلقة التي أخذها كامل هذا هو الفيديو متق بتاريخ 13 ديسمبر 2029 بعض الإخوة ربما يعرفون اسم هذا القناة سبحان الله والله ما عنده حياة ما عنده وجه ما عنده أخلاق والله العظيم الأمر متير للضحك أخذ فيديو في 13 دقيقة وخرج سبحان الله هؤلاء هم الأعراب أشدوا كفرا ونفاق أحبابي كرام أقرأ لأرد على بعض ما كتب يقول قريبا إن شاء الله سأعمل حلقة بالرد على هذا المريض الحاسد يعني هذه إشارة لأحبابي كرام هذا الشخص يعيد العدة للحرب على المعبر المغربي محمد المجاهد وأقول له سأتركك كالكلب تنبح لن أرد عليك لأنك لست في مستوى يقول هذا المريض الحاسد أقول له بالله عليك فيما أحسدك أحسدك على تعليمك الأكاديمي يعني التعليم الذي أخذت في المغرب في أمريكا حتى لو قضيت 20 سنة لن تصل إليه هذا أول حاجة الشيء الثاني هل أحسدك على قناتك قناتك متواضعة ضعيفة أمام قنواتي يعني لا في الكم ولا في الكيف المسألة الثالثة هل أحسدك على نسبك أنا من البيت هذا ليس تكبرا ولا غرورا فيما أحسدك سبحان الله لي تعلموا أن هذا الشخص فعلا مريض يعني تعلمون من هو المريض الحاسد يقول هذا المريض الحاسد الذي شرب قلبه بالأنوية المدمومة التي هي من صفات إبليس والعياد بالله ويحارف قناتي التعليمية يعني طلبت من أحد الإخوة وهو المشرف العام للجروب على التليجرام قلت يعطيني تقييم لهذه القناة متى بدأت؟ اللي هو عنده فيديو قديم ووضعه قبل تسعة سنوات وهذا الفيديو عن النجارة يعني هو نجار ووضع هذا الفيديو وسكت حتى جاءت سنة 2022 ليبدأ يعني في وضع دروس حول تفسير الأحلام هذا الفيديو عن النجارة حققها 20 مشاهدة أو 40 مشاهدة وسكتها سنوات فدخلت سنة 2022 ليبدأ تفسير أحلام سبحان الله يعني هو أصلا صارق وتعلم من قناة المعابر المغربي محمد المجاهد التي كانت منذ فاتح يناير 2019 دخل مقلدا سبحان الله من أجل كما نقول من أجل سبحان الله يعني تطفل وهذا دأب الرواي بدات المهم دخل فبدأ بسلسلة دروس بين قوسين دروس عن تفسير الأحلام والرؤى يعني سبحان الله حلقات تحصد 20 مشاهدة 40 مشاهدة 83 مشاهدة 100 مشاهدة 200 مشاهدة يعني سبحان الله يعني هذا الشخص وصل لحد النكسة ويقول قناة التعليمية لا أحد يراها منكرة غير معروف المهم القنوات بدأت تمشي على هذا النحو 100 مشاهدة 40 مشاهدة 80 مشاهدة بدأت هكذا 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 حتى بدأ يسرق من توقعاتي خصوصا التوقعات التي التي خصصها عن المملكة العربية السعودية سبحان الله أخذ كل ما قلت عن المملكة السعودية في حلقة فكانت هي الحلقة الوحيدة التي أخذت 200 ألف مشاهدة سبحان الله يعني الأمر كان جميلا بالنسبة له فبدأ يشغل على اسم المعبر المغربي محمد مجاهد من أجل إنشاء قناة ومشاهدات يعني هذا كباقي القنوات التي عملت هذا الشيء المهم فجاء يوم 13 ديسمبر 2020 فأخذ الفيديو كامل يعني هذا الإنسان سبحان الله لم يستحي من نفسه فأخذ الفيديو كامل في 23 دقيقة ووضعه ورغم ذلك المؤبلغ عليه هو من حقي التبليغ يعني أنت تسرق حقوق ملكيتي وتسرق يعني سبحان الله الفيديو بصوتي بصورتي يعني بالجمل بما حمل من حقي أن أبلغ المهم حبا بكرم نوصل ما كتاب يقول بلاغات الكاذب وحرد أتباعه أيضا حسدا من عنده وليس له شغل في اليوتيوب إلا محاربة قنوة تفسيرها وهو أصل ليس محسوب يعني أنا ليس محسوب عن المعبرين سبحان الله يعني وإنما يتوقع مثل الليلة عبدالله طيب المهم أن نقول الحمد لله الذي عفاني مما ابتالكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله نطلب الله سبحانه وتعالى العفو الهافية يعني تخيلوا معي هل هذا مستوى بني آدم سبحان الله بقي الكلام لن نرد عليه أحبابي كرام نطلب يعني دائما كنت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من شر العينين والحاسدين والسحرين المهم أبلغتكم الرسالة وعاضروني على هذه الدقائق التي سرقها من هذا الشخص نقول حسبنا الله ونعمى الوكيل نتركه ينبح أحبابي كرام نتركه ينبح غدا لن أرد عليه ولا أمثاله أقول للدبابي الإلكتروني يمكنكم أن تساعدوه في رفع عداده إلى غير ذلك وأعود إلى التأويل إن شاء الله وتعالى هذه الرؤية أحبابي كرام صادقة وهذه الرؤية حق والرؤية الحق هي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وفيها ست قراء القرينة الأولى ماذا يعني وجود الملك محمد السادس وابنه في هذه الرؤية القرينة الثانية ما معنى السطح القرينة الثالثة ما معنى قول الرأي وقوع حدث مهم في الرؤية القرينة الرابعة ماذا تعني الصومعة والقرينة الخامسة ما معنى رفع الصومعة في الرؤية والقرينة السادسة والأخيرة ما معنى خروج وميض من نور لونه أبيض دبدأ إن شاء الله تعالى بالقرينة الأولى معنى الملك محمد السادس وابنه في هذه الرؤية هذا معنى دليل على الخلافة دائما في أي رؤية حينما يكون الأب وابنه معنى هذه خلفة هذه خلفة الأصل والفرع ونفهم منها هذه خلفة قلنا الملك محمد السادس وابنه دليل على الخلافة القادمة وننتقل إلى القرينة الثانية السطح ما معنى السطح السطح في المنام يدل على الرجل الرفيع القدر السطح يدل على الرجل الرفيع القدر وقد يدل على المرأة الرفيعة القدر وقد يدل على المكان العظيم يدل كذلك على العلو ويدل على الرفع والصعود إلى السطح يدل على الربح والنزول من السطح يدل على الخسارة إذن صعود الملك وابنه إلى السطح معناها ربح للأمة المغربية والإسلامية والسطح هنا له معنى لا نقول السطح هنا يدل على رجل أو مرأة أو غير ذلك وإنما السطح هنا في هذه الرؤية يدل على المكان العظيمة ويدل على العلو ويدل على الرفع والصعود وصعود إلى السطح معناها ربح والمقصود هنا ربح للأمة المغربية والإسلامية ننتقل إلى القرينة الثالثة وقوح حدث مهم في هذه الرؤية الرأي يقول بيها ربما هناك شك في الرأي لأن الرأي رأى حشد من الناس على السطح الرأي غير متأكد إذن ما نفهمه من هذه القرينة الثالثة وهنا أن هناك حدث مهم وربما تكون بسبب بيها لما لا لننتقل إلى القرينة الرابعة ما معنى الصومعة الصومعة في المنام تدل على المنزل الرفيعة والشأن بين الناس وتدل على الخير وتدل على الرغبة في الالتزام بالتعاليم الإسلامية وتدل على الفقيه والعالم وتدل على الإصلاح وتدل على الدعوة إلى الله تعالى لكن في هذه الرؤية الصومعة كناية عن رجل وهذا الرجل هو المهدي يعني سبحان الله يعني هذه من أجمل القراء التي لها بعنا قوي الصومعة البيضاء قلنا هنا دلالة على رجل وهو المهدي وننتقل إلى القرينة الخامسة القرينة الخامسة ما معنى رفع الصومعة في الرؤية ما معنى رفع الصومعة في الرؤية فالملك وابنه هما من درية آل البيت البهدي كذلك ومن أهل البيت يعني هو من نسل العلويين في المغرب ليس العلويين الموجودين في سوريا لا العلويين من أبناء الحسن الداخل الذي دخل إلى المغرب من أهل السنة والجماعة سبحان الله وكل إنجازات التي يقوم بها الملك وابنه من إصلاح ونهضة المغرب هذه الإصلاحات تكون بيد المهدي في يوم من الأيام وهذا هو المعنى معنى رفع الصومعة في الرؤية ربما الملك وابنه سيكونان سبب سبحان الله في تمكين المهدي هذه المعلومة حملتها رؤى كثيرة هي كما قلت موجودة في السوشيال ميديا لننتقل إلى القرينة الأخيرة وهي القرينة السادسة ما معنى خروج وميد من نور هذه الصومعة لونها أبيض هذا النور هو نور المهدي هذا النور هو نور الحق والعدل هذا النور الذي قلناه هو المهدي وهذا الرجل الذي سيخرج ليملأ الأرض قصدا وعدل كما ملئت ظلما وجورا هذا النور سيملأ الأفهاق وهذه الحقيقة سبحان الله ما أشبه قصة يوسف عليه السلام بالمهدي فيوسف مكنه الله سبحانه وتعالى والمهدي كذلك سيمكنه الله سبحانه وتعالى قصة المهدي تشبه كثيرا قصة يوسف عليه السلام كما قلت من المحنة إلى التمكين وغالبا ما يكون هذا التمكين يعني أقصد المهدي سيكون بعد الحرب العالمي الثالثة سبحان الله التأويل كان بسرعة وباختصار لأن الرويوذة النكرى سارقة منا وقتا أحبابي كرام نسألكم الدعاء ونقول حسبنا الله ونعمل وكيل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته